اشتركوا في القناة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص تعديل بعض احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر عام 1971 كما وافق على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بشأن جوازات السفر وما اجري عليه من تعديلات بصفة نهائية وإحالتهما الى مجلس الشورى بصفة الاستعجار جواز السفر البحرين هو يعتبر رمز وصورة مشرقة لمملكة البحرين وأي شخص يحمل هذه الجنسية أو شرف حصل على هذه الجنسية يجب أن يكون يصونها ويحترمها ويكون لها شأن ولكن في الآونة الأخيرة هناك من يضع أختام لا تحمل اسم دولة وتم اجتماع مع الجهات المعنية ممثلة في وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الهجرة والجوازات وكان هناك جلسة مطولة وشرح كثير بخصوص هذا الموضوع وتم اليوم عرضه في المجلس وتم التصويت عليه ولله الحمد مر هذا المشروع بقانون مجلس النواب وخلال هذه الجلسة أيضا وافق على تقارير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم معاشات ومكافأة التقاعد لموظف الحكومة كما وافق على تقارير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الميزانية العامة وإحالتهما إلى مجلس الشورى المادة 10 من قانون رغم 39 لسنة 2002 بدخول جمع الإرادات العامة للدولة في الميزانية العامة للدولة طبعا في ميزانية 2015-2016 كان مجموعة الإرادات 30 والمصروفات تقريبا 89 في ميزانية 2017-2018 كان مجموعة الإرادات 47 والمصروفات 100 مصروف هذه الفرق الشاسع يراويك أن هناك 73 جهة مادة خلف الميزانية العامة للدولة 73 جهة منها تملك الحكومة منها الشركات ومنها المؤسسات الحكومية والهيئات مادة في الميزانية العامة للدولة هذه تشكل 73 جهة حكومية مع الشركات التي تملكها الحكومة مادة في الميزانية العامة للدولة فلهذا السبب طالع الفرق الشاسع ما بين المصروفات وما بين الإرادات من هذا السبب ما يكون هناك نوع من المعادلة أو التوازن في الميزانية العامة للدولة وضمن الاقتراحات التي وافق عليها المجلس ما جاء في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بتعديل بعض أحكام المرسوم الخاص بقانون العقوبات فضلا عن الموافقة على تقرير لجنة الخدمات بشأن بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعي وإحالته إلى الحكومة